المترجم للقناة ما نقدر نتخيل هذا الأمر لكنه ناس فقدت أجوا من صفر فهذا الشخص اللي هو فقد كل شي شنو ممكن يعزينه أو شنو ممكن يداوينه غير يعني المحبة اللي نقدم له إياها من خلال معرفتنا بكلمة الرب ودائما المحبة لازم تكون عملية يعني ما يكفي أنه أقول له أنا الله يحبك لازم أشوفه أنه الله يحبه هو جوعان ما ممكن هو جوعان وأنا أقول له الله يحبك لازم يشبع حتى يعرف أنه الله هو اهتم بالجائع اهتم بالبردان اهتم بالمريض ففعلا خلال هذه السنوات يعني كلتا وشعب العراقي شعب يعني يعيش الألم من سنين يعني هاي مو بس شغلة السنوات الأخيرة يعني أنا كعراقية يعني عشنا حروب وعشنا أزمات كثيرة والعراقي مجروح مجروح يعني من كثر الجرح حتى دموعه نشفت يعني خسر أحباؤه بالتهجير أو بالموت أو بالمرض عجز عندهم يعني أنا مين أكون قاعد في بيتي وعندي شغلي وكل شيء وبعدين خلال ساعات أنا أصفى في الشارع ما عندي ولا شيء فيعني حتى النفسية انهارت يعني فوق كل الأمور يعني تعبان مثل هذا الإنسان اللي الله حبه وخلقه على صورته هذا الإنسان اللي يسوع ترك السماء من أجله وجاءه من صلب من أجله محتاج يعرف أنه عنده قيمة عظيمة في فكر الله هو محتاج يعرف أنه يسوع يحبه طيب كيف يعرفه من خلالي ومن خلالك ومن خلالك كثير ناس ومناء زهروا العراق في هذه الفترة وقدموا الإيمان العامل بالمحبة يعني حكوا عن يسوع بطرق عملية شوفتهم محبة الله